اسمك جميل بالمناسبة وهو اسم على مسمى لأن بالسوريالية فايا هي البنت الجميلة صحيح؟ صحيح فيعني الاسم منتقى بعماية تسلم والله هذا من زوءك يعني أحياناً بقول لهم لأهلي أنتوا كتير واسقين من حالكم وتسموا شفت يعني هكذا الفتاة الجميلة تب بركي يعني ما ولكن يعني وخصوا أكتر بالهوية يعني الأقدار على كل اللم تخيب أملهما وبلهما تسلم كلك زوء وجمالك أيضاً من جمال حلب حلب الشهباء طبعاً ليست الطفولة فقط ما أخذت من حلب أخذت أشياء كثيرة ما دعني القدود الحلبية هلا يعني بحلب يمكن اللي ما عاش بحلب بيسمع دايماً أنه هي مدينة الطرب بس عن جد الطرب والفن الحلبي يعني بتمشي بالشوارع بتسمعه المحلات بيحطوا كثير متعلقين ويعني مزروع بأي حدا يمكن نشأ بحلب هيدا حب الفن حتى لو ما كنت بتغني بتكون بتسمع يعني حمايل يعني من صميعة صحيح 100% فالشي كثير حلو يعني بتتعرض حتى لو يعني حتى لو مثلا ما نشأت ببيت كثير فني ولو أنه هيدا قليل حتى بالحياة اليومية كثير يعني بتسمع صحيح وبيعطوا كثير أهمية لل يعني مش أي حدا بيطلع بيغني يعني صحيح صحيح طبعا مسؤولية كبيرة عموما أنت وردت القدودة من حلب المدينة بشكل عام ولكن هناك إرث يكاد يكون أسرويا يعني وردته أما عن جدة وهي فيروز صحيح نحن بسوريا يعني يمكن كل بلاد الشام نحس فيروز إلنا هلأ هي صح من لبنان بس هي يمكن كل عرب الهوية المشرقية بأذنيها كل عرب مئة بالمئة بس يعني هيك بخصها بالشام يعني المدينة كلها بتصحى على صوت فيروز يعني كان الراديوهات بيحطوا بس فيروز وعننا بالعائلة كثير من حبها يعني ستي بتطلّ تغني له فبالتالي الماما وكل ماما وأخواتها يعني كل الخالات في هيدا الحب إنه ممنوع ما تحب فيروز فبالتالي يعني أنا كبرت على أغانيها بتذكر كنت صغيرة كان خالي حفزني إياهم كلمة بكلمة يعني فكتير في يعني يعني كنت عندك في المنهج مئة بالمئة في منهج العائلة يعني فبتعني لي يعني الموسيقى دغري بترجعك للطفولة لكل شي حلو وربما الموسيقى ترجعك للطفولة والأشياء الحلوة للطفولة خصوصا حين تبتعدين وتصير هناك مسافة بينك بصير يعني مشبعة بالحنين 2003 غادرتهم إلى السويد يعني كانت الهجرة إلى السويد وفي 2003 يعني صرت في فضاء آخر وراءك حلب والشام وفيروز وكل هذه الأرض يعني كيف رممتي هذه الجراح الأولى للحنين والغربة والبعادة عن الوطن وعن فيروز هي يعني بال2003 لما انتقلنا أنا كان عمري 11 سنة فبتعرف هذا العمر حساس يعني عم كون الدائرة الاجتماعية واحد بيكون عم يكون شخصيته عم يتعلق لو كنتنتبه الواحد بيكون شخصيته هذا كلام سليم ولكن الوجدان تشكل قبل عاشر ايه الوجدان وجدانه تشكل خلاص يعني ما فيك تغيريه انه يصير عندك أصدقاء الهوية تصير فما كان يعني نحن لما طلعنا ما كان في ما كانت الحرب بلشت ما كان في أحداث فانه طلعنا هجرة عادية يعني هجرة مع العالة هلأ كنا يعني ما فيني يعني الغربة كانت صعبة بس كنا نضلنا ننزل ضلينا على تواصل مع اللغة مع البلد الأم مع الهوية لأنه كنا ننزل بالسنة شهرين ثلاثة يعني مش ما كنا متل يعني هلأ للأسف السوري اللي عم يطلع مينحرم كمان من أنه يعود من أن يعود فأنا ما بدعي أنه نفس الحالة يعني أنا كنت صغيرة وكان غير وضع بس البعد أو أنك يعني تنتقل لما كان جديد دائما بيكون صعب يعني بغض النظر عن الحالة ترجمة نانسي قنقر